الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز باحترام مخرجات الحوار وفق المبادرة الخليجية والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الفين ومائتين وستة عشر الصادر عن مجلس الأمن فيما رحب إعلان الرياض بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ودعم السعودية له وأشادت القمة بموقف دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوا الدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها ورحبوا بمساعي القيادة الفلسطينية ودعمها في التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ودع البيان إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كما دان البيان التدخل الإيراني في شؤون الداخلية للدول العربية وطالبها بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناة الشعب السوري كما أكد على حتمية التنفيذ الكامل لإقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية وعبر عن القلق الكبير بشأن يتمدد الأعمال الإرهابية في ليبيا بالإضافة إلى تشجيع المفاوضات الثنائية والاتفاقيات من أجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمارات في المنطقة ودعا قادة وزعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولي هذا وقد رحبت القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ختام أعمالها في الرياض اليوم بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تأتي استجابة لتطلعات الشعوب العربية وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون والتي أقرت في قمة الدوحة عام 2013 ميلادية وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المعقود بدولة الكويت في مارس 2014 على النظام الأساسي لهذه المحكمة وتأكيد أيضا على إقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان وفي ذات الإطار رحبت القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لجلالة الملك المفدى تقديرا لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية والإعراب عن التقدير لمملكة البحرين لاستضافتها لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات في مايو 2014 وترحيب بنتائجه والمتضمنة في إعلان البحرين كما رحبت بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته مملكة البحرين في نوفمبر 2014 والتوصيات التي تضمنها بيان المنامة وخاصة ما يتعلق بالتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعريف بصورة علنية بممولية الإرهاب والمساعدين على تمويله بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة وتحت الرقابة وعرضة للعقوبة في حال المخالفة وفي سياق اهتمامها بدور مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب رحبت باستضافة مملكة البحرين قريبا لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب ورحبت القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ختم أعمالها في الرياض باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ الأهداف التنموية في الدول العربية خلال يومي السادس والسابع من ديسمبر القادم كأول مؤتمر نقليمي في العالم يعقد بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة كذلك رحبت القمة التي اختتمت أعمالها اليوم بالمملكة العربية السعودية باستضافة مملكة البحرين قريبا لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر